بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ازايكم يا شباب وشبات الصف الثاني سنوي هناخد النهاردة اول درس في الكيميا وانوان الدرس بيقول Evolution Concept of the Atomic Structure يعني تطور مفهوم تركيب الزرة الدرس بيبدأ بمقدمة تاريخية بسيطة عن بعض العلماء والفلاسفة وازاي كانوا بيتخيلوا تركيب الزرة اول واحد هو ديموكراتس وديموكراتس ده قال ان لو عندنا اي مادة نفترض انها gold alloy مثلا ومسكناها كسرناها يعني سبيكة الدهب دي كسرناها فبقيت gold pieces صغيرة الgold pieces دي كمان كسرناها اكتر لحد ما بقيت gold dust فاصغر جزء من الدست ده هو سماه atom لان في اللغة بتاعته A معناها no وتم معناها divide فسماها undividable أو atom يبقى ديموكراتس قال he imagined the possibility of dividing any piece of matter to smaller parts then dividing those parts into smaller particles and so on until we reach to an undividable fragment لحد ما نوصل لجزء لا يمكن تقسيمه وسمى هذا الجزء الصغير atom اللي بعد كده واحد اسمه aristo وارستو ده كان عنده فكرة غير منطقية بالمرة he rejected the concept of atom رفض الكونسبت بتاع الاتوم وي بيليفد كان بيؤمن بأن all matter كل المواد whatever their nature ايا كان نوعها وايا كان طبيعتها مكونة من اربع مكونات water air dust fire النار والماء والهواء والتراب طبعا فكرة غير منطقية وليس عليها اي دليل العلمي لكن هو كان معتقد بيها it was believed that وكان بيظن ان sheet metals as iron and cover المعادن رخيصة زي النحاس والحديد can be changed into precious ones ممكن تتغير او تتحول الى معادن سمينة as gold زي الدهب by changing the ratios of these four constituents فهو كان فكر ان لما يغير مقادير الاشياء دي هقدر يحاول المعادن الرخيصة الى معادن غالية زي الدهب طبعا فكرة لمنطقية وغير علمية وليس عليها اي دليل مجرد افكار في دماغه هو لكن فكرته السيئة دي اللي ليس عليها اي دراسة ولا اي دليل قدت الى ان يحصل retard of development in chemistry science for more than thousand years يعني بسبب فكرته this illogical idea caused a retard of development in chemistry science سبب التدهور او تأخر في علم الكيمياء لاكثر من الف سنة فكرة شخص واحد ممكن تخلي مجتمع يتخلف لأكثر من الف سنة because the scientists were busy by changing sheep metals into precious one طبعا بقوا العلماء في زمانه اللي اتبعوا مهتمين انهم يحولوا المعادن الرخيصة الى معادن غالية من اجل المال وطبعا فكرة كانت سيئة جدا جي بعد كده واحد اسمه بويل بويل ده رفض فكرة اريستو وطبعا من حقه جدا انه يرفض لانها فكرة غير منطقية بالمرة ومعليهاش اي دليل بويل refused arrest idea about the nature of substance and gave the first definition of element ابتدى يدي التعريف لمعنى كلمة عنصر وقال ان العنصر the element is a pure simple substance مادة نقية بسيطة that cannot be changed to similar forms ما تقدرش تتغير الى اشكال ابسط منها by the traditional chemical method بالوسائل المعروفة الكيميائية بعدهم جي واحد اسمه دالتون ودالتون ده وضع تصور للزرة وضع نظرية فيها بعض الفرضيات عن تخيله للزرة فقال the element is composed of very small particles which are named atoms اي عنصر متكون من جزيئات صغيرة جدا بتسمى زرات the atom هي كمان undividable particle يعني هو افترض ان الاطم ما بتتقبلش للتأسيم يعني هو كمان افترض ان الاطم غير قابلة للتأسيم هو افترض ان العنصر مكون من اجزاء صغيرة هي الاطمز وقال ان الاطم باع نفسها غير قابلة للتأسيم دي الفرضيات بتاعته الفرضيات التالتة اللي هو افترضها the atoms of the same elements are similar in the mass فافترض ان الزرات بتاعت نفس العنصر لازم تكون متطبقة في الكتلة لانها بتنتمي لنفس العنصر but they are different from the atoms of any other elements لكنهم بيختلفوا عن الزرات بتاعت اي عنصر تاني غيره الفرضيات الرابعة اللي افترضها داخل النظرية بتاعته قال ان the compounds are formed by the combination of atoms of different elements يعني قال ان المركبات the compounds دي بتتكون نتيجة combination of atoms of different elements يعني فيه عندنا عناصر مختلفة حصل ارتباط بين زراتها فكونت لنا مركب جديد المركب ده او الارتباط ده بين زرات العناصر تم in simple numerical ratio بنسب صحيحة بسيطة تمام طبعا اللي همنا بقى اكتر من الاربع اللي فاتوا دولة هو عالم اسمه تومسون ليه لان تومسون ده اشتغل بشكل دقيق وطلع نتائج بناء على ابحاث تومسون عمل ايه تومسون اكتشف حاجة سماها كسود ري it was known that gas don't conduct electricity under normal conditions of pressure and temperature يعني احنا كلنا عارفين الغازات ما بتوصلش الكهرباء تحت الظروف الطبيعية من الضغط والحرارة لما بيكون عندك في البيت اي مخارج للكهرباء اللي بتحط فيها فيش تبقى جهزة كهربائية المخارج دي قدامها الهوى الهوى مش بيتكهرب وبالتالي وده مثل بسيط تقدر تشوف بيه بنفسك ان الهوى ما بينقلش الكهرباء لكن طبعا لما بتحط اي فيشة لها اسنان معدنية داخل المخرج بتاع الكهرباء عشان تشغل الجهاز فانتقل الكهرباء على طول عبر الاسنان المعدنية بتاعت الفيشة وتروح للجهاز فمن المعروف ان لكن هو عمل ايه؟ عمل تجربة جاب حاجة اسمها عنبوبة تفريغ الانبوبة دي فيها هنا مخرج يقدر يعمل منه تفريغ للهوى اللي جوه الانبوبة فالمخرج ده متصل بفاكين بومب مضخة تفريغ وفي طرفين الانبوبة فيه كاسود وانود متصلين بسورس اوب اليكتريستي تمام وخلى هنا فيه هاي بولتج فيه كهرباء عالية جدا ملأ الانبوبة بغاز واول ما شغل مصدر الكهربائي اتفاجئ ان الكاسود ابتدت تطلع منه ريز وابتدى الغاز يوصل الكهرباء وتنتقل الكهرباء من خلال الغاز الموجود اللي جوه وابتدى الكهرباء تنتقل من الكاسود للانود عبر الغاز الموجود اللي جوه اصبح الغاز اللي جوه موصل للكهرباء قدرت الكهرباء تمشي فيه وتوصل من القطب السالب الى القطب الموجب طبعا مع العلماء بيشوفوا اي ظاهرة لازم بيحاولوا يعرفوا تفسير تمام يبقى التو بولز دول القطبين متصرين بيلكتريك سورس عنده طبعا جهد فرق جهد عاري وطبعا فيه داخل الانبوبة لانها متفرغة يبقى عندنا المعلومة اللي بعدها ان إذا كان فرق الجهد بين التو بولز القطبين اللي في الانبوبة إذا كان بعدي العشر تلف بولت اللي لقى لقى ان استريم استريم اف انفيزبول ريز فيه طيار من الريز من الاشعة والكاسود والكاسود طبعا نيجاتيفلي شارج وطبعا تسبب توهج في الانبوبة او في جدار الانبوبة وسمى الاشعة دي كاسود ريز لانه وجدها بتنتقل من الكاسود بول للانود بول تمام يبقى تاني ايه تعريف الكاسود ريز كاسود ريز is a stream of invisible rays was emitted from كاسود طبعا ريز واميتد from كاسود وطبعا ده حصل امتى under a very low pressure and potential difference about 10,000 تحت الضغط منخفض جدا وفرق جهد حوالي 10,000 بولت وطبعا ريزي causing a fluorescent glow on hitting the discharger tube wall تمام it was later known that they are composed of minute particles named electrons بعد كده عرفوا ايه هي بقى الاشعة دي وسموها بالالكترون طيب تعالوا بقى نشوف الكلام ده بعانينا هنا فيه تجربة بتعملها البند البند دي بتورينا الكاسود ريز فادي جهاز ده ستشارج تيوب التيوب دي متفرغة من جوه من كل الغازات ومحطوط فيها غاز الهايدروجين حطت التيوب دي جوه الجهاز ده والجهاز ده هيوصل ال two pools بتاعت الانبوبة the high voltage تمام وهنشوف ايه اللي هيحصل بمجرد ما تشغل الجهاز هنلاحظ على طول ان مجرد ما وصلت الكهرباء للجهاز على طول طالع قدامنا ري من الاشعة مضيئة جدا تمام يعني معنا كده الكهرباء انتقلت من الكاسود للانود وانتقلت خلال الغاز الغاز وصل للكهرباء تمام بين طرفي ال discharge تيوب تمام فقادي الاشعة شايفينها بنفسنا قدامنا تمام وابتدى تومسون يعمل تجارب على الاشعة دي حاول يحط اقطاب من المغناطيس عشان يشوف تأثير الماغنتيك والز او الماغنتيك فيلد على الاشعة دي ويشوف هل هتأثر بالنجتف والبوسطف شارجس ولا لأ لكن قبل ما يعمل تجارب هو فكر يغير نوع الغاز اللي جوه وشاف هل هيحصل فعلا مرور للطيار الكهرابي خلال الغاز الجديد فهنا جابت هي عنبوبة اخرى فهنا هتشيل هي الانبوبة الاولانية تمام من الجهاز وهتحط عنبوبة اخرى برضو مفرغة من الهواء من جوه لكن المرة دي فيها غاز النيون هتركبها بنفس الجهاز وهتبتدي تشغل مصدر الكهربا فهتتفاجئ ان الكهربا برضو مرت وغاز النيون وصل الكهربا طبعا اختلاف اللون نتيجة اختلاف الغاز لكن الغازات ابتدت توصل الكهربا بنقض وبالتالي ابتدى تومسون يكتشف ان نوع الغاز مش فارق في التوصيل الكهرابي اي غاز هيقدر يوصل تومسون كمان عمل شيء اضافي غير الاقطاب غير المعدن المكون منه الاقطاب بتاع ولقى برضو ان بيمر الطيار الكهرابي يعني تغيير المعدن ما فرق شيء وتغيير الغاز ما فرق شيء فاكتشف ان اللي بيمر من خلالها الكهربا دي لازم تكون موجودة في كل المواد سواء غازات او معادن واحنا بعد كده ان شاء الله هنعرف ان البارتكال Z هي الالكترونز اللي بيكون موجودة داخل الاتوم تومسون كمان لما شاف الاشعة دي وده فيديو تاني هيوضح لكم التجربة اللي عملها تومسون على الكسود ري لما شاف الاشعة المنطلقة من الكسود ورايحة للانود حاب يعرف بعض الخواص لها فقرب منها ماجنت تمام هنشوف دلوقتي التجربة قرب منها ماجنت قرب القطب الموجب بتاع الماجنت من التيوب لأ ان الاشعة بتاعته بتنحرف وتنجذب الى القطب الموجب تمام زي ما احنا شايفين دلوقتي قرب القطب الموجب انجذبت له قرب القطب السالب حصل تنافر بين القطب السالب بتاع الماجنت وبين الاشعة التنافر ده اسبت له ان الاشعة دي لازم تكون شايلة نيجاتيفة شارج بعد الوقت نقدر ناخد بعض الخواص اللي اكتشفها تومسون للكاسود ري اول حاجة وشفناها بعانينا تمام شفنا بعانينا ان كتماشية في زي ما البنت وريتنا في التجربة خط مستقيم الاشعب تنتقل من كاسود للانود شفنا في التجربة التانية انه لما قرب الماجنت من الاشعة وجد ان الاشعة تنحرف في اتجاه القطب الموجب وبالتالي اكتشف الاشعة دي لازم تكون مشحونة شحنة سالبة وانها طبعا يقدر المجال المغناطيسي يأثر عليها لما جاب كمان جاب شرحتين معدنيتين مشحونين بالكهربة هما كمان ففيها قطب سالب وقطب موجب وقربها من الاشعة حصل نفس الانحراف وابتدت الاشعة تميل ناحية اتجاه القطب الموجب يبقى اذا الاشعة بتحمل شحنة سالبة عشان انجذبت للقطب الموجب وتنفرت مع القطب السالب فاكتشف انها يبقى اكتشف ان الالكتريك فيلد بيأثر عليها ان المغناطيك فيلد بيأثر عليها ان هي يبقى تاني جزيقات مشحونة بشحنة سالبة بيمشوا في مسارات مستقيمة عندها تأثير حراري لانها طبعا سخنة تيوب اللي هي موجودة فيها تتأثر بكل من المجال المغناطيسي والمجال الكهربي ما بيتغيروش لا في السلوك ولا في الطبيعة يعني الاضاءة ما بتتغيرش لا في سلوكها تجاه الاقطاب المجابة والسالبة او الشرحنة المجابة والسالبة ولا في سلوكها ان هي تمشي في يعني لا في النتشر ولا في يعني غير القطب غير الاقطاب المعدنية غير الجاز ولاقى ان ما فيش اي فرق دايما الاشياء دي موجودة ودايما لها نفس السلوك ونفس الطبيعة وبالتالي اصبح عنده قناعة واصبح عنده دليل قوي ان الجسيمات دي لازم تكون الجسيمات دي مركب اساسي في اي مادة يبا هنا ما بيتكلمش كلام فلاسفة هنا في عالم اجرى تجربة علمية واستنتج استنتاج منطقي ان عنده تجربة بتقوله ان في مكون اساسي موجود في جميع المواد يحمل شحنة سالبة ما بعد ان شاء الله نعرف ان المكون ده تم تسميته بالالكترونز وانه هو جزء من ذرة اي عنصر يبا in the light of the electrical discharge في دوق تجربة بتاعة الالكترين تومسون سجيستد وتوزع فيها شحنات كهربية مجابة وتخيل ان الالكترونز دي مغروسة في السفير ده في الاتوم دي وليه تخيل كده طالما الزرات بتاعة العناصر ما بتكهربش فيبقى ازا لازم يفترض ان الشحنات السالبة اللي هي الالكترونز داخل الاتوم بتستوي الشحنات المجابة تمام عشان كده بيحصل فيه تعادل وما بتبقاش الاتومز بتاعة العناصر بتكهرب ما بنمسلش اي عنصر ونلاقيه بيكهرب لوحده تمام فافترض ان لازم تكون لكن تخيله عن الزر كان ان هي عبارة عن سفير من الشحنات المجابة والالكترونز ده كان تخيل عن الزر بعد تومسون جي واحد اسمه رازل فورد هنشوف رازل فورد ده عمل ايه في الفيديو الجان شاء